تعال ننزل تحت زي ما اتفقنا على اليموت والاوتوت في اليموت حلاقي هنا حاجة مختلفة عن كل مرة ان هو كتب لي جملة وبعدين في اكتر من رقم يعني هنا في واحد لخمسة وفي اربعة طيب وتحت هنا مكتوب اربعة بس طب انا هنا دخل رقم اربعة ما طلع ليش اربع سطور لكن طلع لي رقم او طلع لي سطر مكتوب في رقم اربعة وبعدين هنا مكتوب من واحد لخمسة ده معناه ان غالبا انا ممكن اليوزر يكتب واحد او اثنين او تلاتة او اربعة او خمسة وبعدين كل مرة المفروض يظهر حاجة مختلفة ده توقعي انا وانا بشوف الحاجة دي لما اشوف اليموت والاوتوت انا بحس بكده بحس ان دلوقتي يعني هيدخل لي خمس ارقام مختلفين والخمسة كل واحد هيطبع حاجة مختلفة في الحالة دي انا غصب عني لازم اقرأ انا مش هينفع ان انا اعتمد على الرؤية فقط بتاع اليموت والاوتوت قبل ما اقرأ عايز اطلع فوق هنا خالص ووضح لك حاجة معظم الناس مش بتقراها وانا مش عارف ليه خد بالك ان انت لو مش بتقرا غالبا مش هتوصل لمنصب كبير ومش هتكبر انا هنا كاتب ان مش لازم تكون شطر في الانجليزي وكاتبها لك بالعربي عشان بس ايه الناس كل يوم بيشتكوا تاني ان problem solving ده بالانجليزي وانا مش عارف وانت مش مطالب انك تكون فاهم انجليزي خالص انت مطالب انك تكون انسان بتفهم انسان زكي ده حاجة مهمة لو انت مش انسان زكي مش هتوصل لحاجة فدي حاجة انا مش عارف اغيرها لازم انت تتصرف فيها وانا اقيل لك هنا ان انت ممكن تستخدم جوجل المترجم بتاع جوجل او تستعين بتشجي بيتي اللي اتنين مكتوبين فوق قبل ما تحل المسألة وده مكتوب في كل المسائل على فكرة مش هنا بس لكن انا بقوله هنا عشان احنا هنحتاجه هنا يعني لما اجي تحت هنا دلوقتي انا عارف ان انا حطبع خمس رسائل مختلفين وانا مش عارفهم فاطلع فوق في المسألة عشان اقراهم طيب حقر ايه في المسألة حقر كل ده ؟ لأ حقر كل ده برضه مش محتاج انا حقر هنا اللي هو your task انت المطلوب منك تعمل ايه انا عايز اعرف المطلوب منك اعمل ايه فانا مش محتاج اقرأ كل الانجليزي اللي مكتوب انا عايز اكون زكي كفاية اني اعرف اقرأ ايه بالظبط وافهم ايه لو بصيت بعيني حتى لو انا مش فاهم انجليزي كويس انا هبص على الارقام طب ليه ببص على الارقام لان لغة الكمبيوتر اصلا الارقام هي الارقام اللي هتخلي الكمبيوتر يعرف هو هيعمل ايه فهنا مثلا كاتب لي جملة لو انا مش فاهمها اخيرها مكتوب من واحد لخمسة انا بفهم بالطريقة دي اخد بالك انا والله ما اريتش المسألة وانا بحلها وكل المسألة اللي فاتت انا ما اريتهاش وانا بحلها انا ممكن اكون اريت المسألة طبعا وانا بكتبها او التيم لما حد يعرضها علي اه طبعا اريتها في الوقت ده لكن لما اجي حل المسألة انا بحل معك كمبرمج عادي جدا المبرمج العادي مش بيحتاج ان هو يقرأ كل الكلام ده وبيفهم بسرعة لندي شغله زي بالظبط لما يبقى حد لسه مثلا بيتعلم حاجة جديدة بيتعلم الطبخ بيتعلم السواء بيركز في حاجات كتير جدا وبيخاف لكن لما تكون بقى لك فترة طويلة بتعمل الحاجة دي انت بتعملها من غير ما اتفكر فانا بعلمك اصلا الخبرة ان انت ازاي تعملها من غير ما اتفكر فانا ببص على الارقام الكمبيوتر لغة وارقام فانا كل الكلام اللي مكتوب مش بحتاج منه حاجة انا عايز اعرف الارقام فاول سطر انا مش محتاجة اقرأه ولا افهمه انا فهمت منه ان من واحد لخمسة هو اليوزر حيدخل من واحد لخمسة طيب تاني سطر لو ما قردوش كله انا شايف كلمة سويتش وده الدرس بتاع سويتش يبقى انا اكيد هستخدم السويتش خلاص خلصت طيب تالت سطر انا بقى ممكن يكون فيه المشكلة فانا هاخد تالت سطر ده وترجمه في جوجل ترانسليت طبعا انا برضو مش عايز حد ايه يتخيل ان انا شخص مبقراش وبحل الحاجة كده بالحب يعني انا بحاول اعلمك ان بس ان انت لو انسان ذكي مش هتشتكيلي يعني لو انت انسان ذكي هتتصرف مش هتشتكيلي والاسكية دول هم اللي بينفع يشتغلوا انا هتطر اقرأ واقرأ كل تفصيلة واعرف كل حاجة لو انا محتاج ان انا اعمل كده فانا هعمل كده لكن انا مش هشتكي واقول انا مش فاهم انا هحاول افهم واعمل كل حاجة عشان احل المسألة زي ما الراجل بيطلبها مني او زي ما مديري في الشغلة حيطلبها مني او زي ما العميل هيطلبها مني ايا كان انا لما اشتغل انا بعمل حاجة لليوزر فانا لازم افهمه لو الفهم ده يتطلب اراية فانا هأرى كل حاجة لو الفهم ده يتطلب ان انا اخد نظرة بس وافهم فانا هاخد نظرة وافهم الموضوع مش موضوع ان انت بتعمل حاجة بالحب انت بتعملها صح وعشان اعملها صح لازم افهم لو عارفت تفهم بسرعة خلص لو بفهم بس لازم افهم في الاخر طيب هنا H case and switch مش عارف ايه هو مفيش مسافات فانا حطر ان انا اعمل بقى المسافات لوحدي ادي كلمة H انا بعمل مسافة هو اللي بينزل سطر مش من عندي انا H case او بينزل سطر عشان الجملة كبيرة مش بتكفي نفس السطر switch should represent طيب represent a represent a step represent a step towards achieving perfection with level 5 indicating perfection طيب تعالا بقى نجرب الترانسليت ده كده جوجل ترانسليت بيقول لي يجب ان تمثل كل حالة في المفتاح خطوة نحو تحقيق الكمال انا مش فاهم يعني ايه يجب ان تمثل كل حالة ايه حالة و ايه المفتاح انا مش فاهم حيث يشير المستوى خمسة الى الكمال بس انا فاهم الحتة دي يبقى رقم خمسة معناها الكمال معناها احسن حاجة يبقى رقم واحد معناها ايه معناها اسوأ حاجة ده كده ايه لو انا عايز افهم حفهم حتصرف وفهم طيب حطلع فوق هنا حاضطر ان انا اخد رقم اثنين عشان رقم ثلاثة مش مفهومة قوي طيب رقم اثنين بتقول لي ايه سيب مسافة منهم use لا كده في حاجة هرجع كده uses a او مش use a switch statement لا مجابهاش كنت بحسب انه معارف الصحة بس هو معارفهاش to output a message based on the quality level بيقول لي يستخدم بيانة تبديل لاخراج رسالة بناءا على مستوى الجودة طيب انا كده فهمت ان خمسة يعني حاجة اقرب الى الكمال او هو ده مستوى الكمال ده احسن حاجة واطوماتيك عرفت ان اكيد واحد ده اسوأ حاجة واثنين وثلاثة واربعة ده ما بينهم رقم اثنين بيقول لي اطبع رسالة على الشاشة اخراج رسالة يعني اطبع رسالة على الشاشة اوتبوت بناءا على مستوى الجودة يبقى انا هطبع خمس رسالة مختلفة بناءا على الرقم اللي اليوزر حيدخله لي طب انا ما بعرفش انجليزي حكت بخمس رسالة مختلفة每 engage ازاي وانا مش عارف هنا بقى جوجل ترانسليت مش هينفع جوجل ترانسليت انا لازم اديروا كلمة بالانجليزي يترجمها لي بالعربي طب انا ما عنديش بقى كلمة انجليزي انا عايز حدي يعمله جمل انجليزي انا ما عرفهاش ففي الحالة دي جوجل ترانسليت مش هينفع معي وحطر أستخدم تشات جي بي تي أنا مفتوح عندي هنا تشات جي بي تي تشات جي بي تي 3.5 ده مجانا أي حد ممكن يعمل أكاونت ويستخدمه وده ما فيهوش أي مشكلة طيب أنا عندي اختيارات تانية ممكن أعملها لو أنا معي فلوس أكتر فأنا ممكن أستخدم تشات جي بي تي 4 ده اللي أنا باستخدمه بس هو عيب وهو بفلوس والميزة فيه إن الرسائل فيه أقوى وأحسن لكن عيبه إن حتى بعد ما تدفع فلوس بيكون عندك أربعين رسالة كل ثلاث ساعات يعني لو أنا محتاج دلوقتي أسأله مئة سؤال مش هارف لو أسأله مئة سؤال حسأل أربعين واستنى ثلاث ساعات أسأل أربعين واستنى ثلاث ساعات كمان عشان أسأله بقيت الرسائل اللي هم العشرين رسالة المتبقية ده تشات جي بي تي 4 إحنا في جمالتك عندنا حاجة اسمها جي تي أسستنت اللي هو جمالتك أسستنت ده موجود بيستخدمه الموظفين وفي ناس من المشتركين على الموقع بيستخدموه ده بفلوس هو مش مجانا أحنا أول ما عملناه كان مجانا لكن تكلفته عالية فاضطرنا أن نعمله بفلوس الميزة فيه إنه هو مش محدود بعدد الرسائل اللي هتعملها في الساعة يعني لو أنا عايز أسأله دلوقتي ألف رسالة حيجاوب لي على ألف رسالة بنفس قدرة تشات جي بي تي 4 فهو المدفوع هنا هو عندنا مدفوع بنفس القوة محدود بعدد رسائل معينة في الثلاث ساعات هنا ده مش محدود بأي عدد رسائل إحنا بنستخدمه مع الموظفين ومع بعض الناس المشتركين لكن هو بفلوس طبعا ممكن تسأل خدمة العملاء لو عايز تشترك فيه لكن أنت مش محتاج تشترك فيه مش بس محدش يجي يقول لي إيه أنت عايزنا ندفع أنا مش عايزك تدفع حاجة أنا عايزك تفهم عايزك تكون إنسان شاطر وبتقدر تستغل الحاجات اللي قدامك إيه الحاجات اللي قدامي اللي ممكن استغلها تشت جي بي تي 3.5 مجانا مجانا نوفوش حاجة طيب عايز أسأله هقول له إيه أنا هقول له بالعربي عشان أنا معرفش إنجليزي هقول له اكتب خمس جمل كل جملة تعبر عن الكفاءة زي ما أنا فهمت من جوجل ترانسليت بحيث إن الجملة رقم خمسة تكون أو تعبر عن الكمال ورقم واحد تعبر عن الأقل كفاءة حتى في جمالتك هو فيه راجل ما عرفش سماعين صوته ولا لا بيبيع حاجة تحت طيب يبيع حاجة موجودة في مصر مش عارفين نلغيها في أي حد هل اللي أنا كاتبه ده هل اللي أنا كاتبه ده منطقي وجميل لا أنا مش شايفه منطقي وجميل ممكن وإحنا بنقراك ننتخيل أصداد كمبيوتر شات جي بي تي فهو ممكن يفهم إزاي ممكن يفهم إن رقم خمسة بتعبر عن الكمال ورقم واحد أقل كفاءة بس اثنين وثلاثة واربعة ما يرتبهمش يخليهم كده جمل وخلاص طيب تيجي نزبطهم بطريقة تانية اكتب خمس جمل بالترتيب من واحد إلى خمسة كل جملة تعبر عن الكفاءة بحيث إن الجملة رقم خمسة تعبر عن الكمال ومش حكتب الباقي وحشوف هل هو حيفهم زي ما أنا فهمت إن واحد يقل حاجة وخمسة هي أعلى حاجة وحيعملهم بالترتيب وراء وحضغط على سن واحد الكفاءة هي القدرة قدرة الشخص على إتمام المهام بفعالية يعتبر الشخص كف آه ده بيشرح ليه يعني إيه كفاءة هو كده ما فهمش فهتطر أعمله تاني لحد ما يفهم اكتب خمس رسائل تعبر عن الجودة عندما تكون أو بلاش عندما تكون لازم أقوله الأول بالترتيب من واحد إلى خمسة رقم واحد هي رسالة تعبر عن أن الكفاءة كفاءة بتكتب بالعربي إزاي كفاءة سيئة وبيقول لي كده غلط طيب أنا كنت قلت لكم للإنجليزي مش مهم عشان أنت مبرمج عايز أقول لك برضو العربي مش مهم عشان أنت مبرمج أنت أهم حاجة تبقى شاطر في البرمج دي شغلتك اللي بتكسب منها فلوس أنت مش مدرس عربي برضو فأنا آسف لو أنا كاتب غلط أنا أقولت له يصحح لي إيه الصح مش عارف إيه الصح طيب عن أن الكفاءة سيئة ورقم خمسة هي أعلى كفاءة فهيكتب لي الخمس جمل نعمل عن تحسين مستوى الجودة طيب أنا حرجع تاني للسؤال هو كده بيقول أنه هو بيعتذر كأننا احنا بندي رسالة اعتذار للناس أن احنا كفاءتنا وحش طيب هل هو ده المطلوب من السؤال ولا لا فأنا كنتش أخذ بالي الموضوع ده فحرجع تاني للسؤال وشوف هو كاتب إيه هو كاتب excellent work طبعا المفروض أنه أنا أخد copy من الجملة دي وحطها على جوجل ترانسليت فتعال نعمل كده عشان إيه محدش يتحجج ويقول لي تاني هو مش فاهم انجليزي وأنا كنت عارف فأنا حلتها بسرعة لا أحفترض معاك أنا مش فاهم إيه التلام المكتوب ده برضو وهعمل له copy وهحط هنا في جوجل translate وهعمل له paste طيب quality level دي معروفة دي المسافة مسافة دي مش هتفرق excellent mark but strive for that final touch of perfection عمل ممتاز ولكن الناس عجهدين للحصول على اللمسة النهائية من الكمال طيب ده مستوى الجودة رقم 4 طيب ده واضح من معناه أنا من غير ما أكون أريد كل المسألة ولا فهمته واضح من معناه أن اليوزر بيكتب مستوى الجودة بتاعته هو وأنا بقيمه إيبه أنا بقيم المستوى بتاع الناس التانية مش بتاعي أنا فهرجع تاني هنا أنا ممكن في chat GPT في حاجة حلوة قوي في ألم أنا ممكن أعدل نفس الجملة دي عشان تطلع لي حاجة أحسن اكتب خمس رسائل تعبر عن مستوى جودة العمل سيقوم الموظف بكتابة رقم العمل الخاص به وسنقوم بكتابة رسالة تقيم كفاءة العمل الترتيب من 1 إلى 5 رقم 1 هنكمل بيت الجملة عادي وعمل submit أدعم لي رد السلام عليكم مش عارف ايه نحن نود قبل كم طيب تعال احنا خلاص هو مش هيفهم كل حاجة فتعال احنا ناخد خمس رسائل من اللي هو كتب يعني أنا الواحدي كده هاخد خمس حاجات من اللي هو كتب هم فأقول مثلا رقم واحد وكتب لي حاجات كتير كان دون المتوقع لقد لاحظنا عدة أخطاء وتقصير في أداء المهام جميل هاخدوا copy واجي هنا او معامل واحد واعمل paste طيب دي الرسالة الأولى طيب التانية كان مقبولا ولكن يحتاج إلى بعض التحسينات نشكر جهودكم لحد هنا كفاية واعمل copy واجي هنا او معامل اتنين أنا بوضح لك او ايه اللي هنعمله بالظبط أنا بالعربي فاهم ما تجيش تقول لي كمان مش فاهم عربي أنا بالعربي فاهم أنا استخدمت HGPT عشان هو يطلع لي خمس رسائل عشان أنا مش عارف يجيب خمس رسائل خد لك احنا عايزين هم بالانجليز فأنا دلوقتي كلمته وطلع لي شوية حاجات أنا هاختار منها الرسائل اللي أنا هعملها اخترت الرسالة الأولى الرسالة التانية الرسالة التالتة تب تلاتة واجي هنا رقم تلاتة وقال كان جيدا تم اكتشاف بعض النقاط التي يمكن تحسن بس جميل وبعدين أربعة كان جيدا جدا تم تنفيذ المهم كفاءة عالية وتفانم في العمل طيب لما نيجي نقارن رقم أربعة دي برقم أربعة اللي هنا أو بلاش بقى خناف جوجل ترانسلية كاننا مش فاهمين هو بيقول ولكن نسعى جاهدين للحصول على اللمسة النهائية يعني هو كتب هنا عمل ممتاز لكن نسعى جاهدين للحصول على اللمسة النهائية طب ممتاز هو ممتاز معناها أحسن حاجة فلما قال نسعى جاهدين فهو وضح لي إنه ممتاز قوي بس في حطة نقصة أنا هنا كتبت جيد جدا طب ما جيد جدا معناه إنه هو مش ممتاز يبقى في حطة نقصة فهي نفس الحاجة بس ما كتبلوش بقى أن نسعى للكمال هو قال له إيه تم تنفيذ المهمة بالكفاءة عالية وتفاهم في العمل لكن جيد جدا دي اللي حتحسسني إن في حاجة نقصة فهو الرسائل شكلها منطقي يعني هنيجي رقم خمسة نعملين رقم خمسة نشوف كان ممتاز بشكل استثنائي يبقى واضح إنه جيد جدا حاجة وممتاز بشكل استثنائي دي أحسن ناخد كده كوبي من ده يبقى إحنا كده عملنا خمس رسائل بالعربي بتوضح المسألة اللي احنا هنعملها تعالى بقى نعمل حاجة ظريفة قوي حاجة فوق قبل الخمسة اللي أنا كتبتهم دول وقايله هنا ترجم الجمل التالية بالإنجليزي أو بالإنجليزية أو بأي حاجة وادوز أنتر كتب لي خمس جمل بالإنجليزي من جير ما أنا كن عارف ولا كلمة إنجليزي أنا عارف أوتوماتيك الأولى دي معناها إيه عشان أنا لاقايله وعارف التانية معناها إيه عشان أنا لاقايله وعارف التالتة معناها إيه عشان أنا لاقايله وعارف الرابعة معناها إيه والخمسة معناها إيه أنا كده خلصت هاخد ده كله بقى كوبي وحطه في البرنامج عندي اللي أنا هعمله طيب البرنامج ده تبع درس switch والمفروض إنه هو في المسألة احنا ترجمناها قبل كده وبيقول لي استخدم كلمة switch استخدم switch استخدم switch عشان ده تبع درس switch switch من واحد لخمسة كل واحدة كل كيس فيها واحدة من دول اللي احنا اخترعناها في حاجة هنا اكتب البرنامج هعمل الارياب الواحد اللي هو quality level وهقول اليوزر اكتب ال quality بتاعتك من واحد لخمسة وهعمل له scan في ال quality level وبعدين هيدخل في switch يعمل له scan في ال quality level وكل كيس لو واحد هيتضع انهي جملة الجملة اللي احنا عملناها هنا او الواحدة ولو اتنين هيتضع التانية ولو تلاتة يضع التالتة ولو الرابعة يضع الرابعة ولو الخمسة يضع الخمسة ال default ده لو اليوزر دخل رقم غير الخمسة دول ممكن نضع له اي رسالة او ممكن ما نعملش حاجة في ال default احنا مش محتاجين ده خد بالك ال problem solving دايما بيعملك اللي هو قال عليه يعني ايه يعني ال problem solving هو قالك ان الرسالة هتجيلك من واحد لخمسة يبقى هي تيجي من واحد لخمسة استحالة استحالة ان انا بعد ما اديلك task ان انت تعملي من واحد لخمسة ان انا اكتب او اجرب البرنامج لحاجة غير من واحد لخمسة مش هعرف اجربه ليه لان انا اللي قلتلك كده انا قلتلك ان انا احديلك من واحد لخمسة فعمري ما حجزب عليك لما اطلب منك task احنا في الاخر شركة واحدة team واحد بنتعاون مع بعض فانا مش حجزب عليك فموضوع default ده مش محتاج تعمله ليه عشان انا قلتلك من واحد لخمسة يبقى هو مش هيدخر غير من واحد لخمسة خلاص احنا عارفين ومتفقين لكن احنا في الحلول احيانا بنزود حاجات عشان انا عايزك تتعلم فانت لما تيجي تقرأ المسألة وتقرأ الحل بتحاول تفهم كل سطر لو انت انا عايز تكون شاطر جدا هتحاول تفهم كل سطر فهتلاقي حاجات جديدة الحاجات الجديدة دي تحاول تفهمها وتعرفها فتبقى تعلنت حاجة جديدة لكن ده مش معناه ان كل حاجة فعلا احنا بنستخدمها في الشغل وفيه حاجات كثير منها بنستخدمها في الشغل لكن مش كل حاجة حرفيا يعني يعني سويتش مثلا ان عمري استخدمتها في حياتي واعتقد انا قلت كده حتى في فيديو الشرح ان سويتش دي من الحاجات اللي انا مش بستخدمها لكن لما بروح اعدل على اكواد مكتوبة اصلا من قبل كده ناس تانية مبربنكين غيري كتبوها بلاقي فيها سويتش فانا لو مش فاهم مش عارف اعدل فانا بستخدمها في التعديل على ناس كتبوا برامج لكن انا شخصيا كعبد الرحمن لما اكتب برنامج عمري ما بستخدم فيه كلمة سويتش المهم يعني نرجع للمسألة فخلص انا كيس 1 برينت اف السطر اللي اخدته متشاجبتي كوبي بيست هنحطه هن خلاص ما فيش فيه اي مشكلة فالحل تاني لو انت قلتلي ان الانجليزي عائق انا مش عارف احل بروبيم سولفنك عشان الانجليزي انت بتدلع لو سمحت حاول تفهم مش انجليزي حاول تفهم برمجة انت شغلتك البرمجة الانجليزي انت ممكن تستخدم فيه ادوات انا ممكن استخدم هنا جوجل ترانسليت ممكن استخدم تشات جي بي تي ممكن استخدم حاجات تانية عشان تساعدني على كتابة الانجليزي لكن مفيش اي طول حتساعدك انك تفهم برمجة مش موجودة لسه مختراوهاش انه يديلك حقنة مثلا انت تتخدها فتبقى فهمت البرمجة مش موجودة فالفهم ده مش موجود في ادوات فمحتاج انا اسف ان انا بكوح في المايك ممكن الصوت يبقى مزعج وللاسف الفيديوهات دي انا بعملها في المكتب يعني في اوقات الصبح قدري مش بيكون في حد بتاع منتاج فبضطر ان انا ارفعها على طول هدف الفيديوهات دي ان الناس بتيجي تشتكي تقول انا مش فاهم البروبلم سولفنج عشان الانجليزي فانا بعملها بس عشان انت تفهم ان البرمجة والشغل في الحياة عبارة عن زكاء اكتر منه معلومات لو انت عندك معلومات كتير في الانجليزي معلومات كتير في العربي معلومات كتير في حاجات تانية لكن مش قادر تستفيد بالمعلومات دي وتعمل حاجة مفيدة للناس فانت مش هتكسر حاجة خالص ولو انت عندك معلومة او اتنين صغيرين لكن بتعرف تستخدمهم عشان تعمل بهم حاجة هو ده اللي حخليك تكسب كويس في حياتك هان فاحنا هو حلينا السؤال ده واحنا مش عارفين اي حاجة في الانجليزي او انا تصرفت كاني مش فاهم اي حاجة في الانجليزي خالص ومع ذلك انا عرفت احل السؤال بالطريقة اللي انا قدتلك عليها استخدمت جوجل ترانسليت واستخدمت تشات جي بي تي وحليت السؤال والمفروض ان هو كده محلول صح ان شاء الله انا اتوقع بعد السؤال ده يعني ان محدش يشتكي بعد كده من اسألة البروبلم سولفنج ويفهم كلمة بروبلم سولفنج معناها حل المشكلة هو ده شغلتك انت بتحل المشكلة فانت لما تشوف مشكلة وتيجي تشتكي لي يبقى انت مش شاطر انك تحل المشكلة وتكسب فلوس الموظف اللي بيشتغل انت بتاخد مرتب كل شهر مقابل انك تحل مشكلة بتسد صغرة بتعمل حاجة الحاجة دي احنا محتاجين حد يكون موجود يعملها ومحتاجينه قوي لدرجة ان احنا بندفعه فلوس كل شهر عشان ييجي يعملها فانت كل ما تكون شاطر في حل المشكل بتاعتك ومش بتشتكي بدل ما تشتكي انت بتتصرف بتتصرف وبتحلها ده يخليك موظف احسن موظف اكبر تاخد منصب اعلى وتاخد فلوس اكتر فدي حاجة مهمة جدا لك اتمنى ان كل الناس تاخد الموضوع ده بجدية شديدة لان هو ده فعلا اللي هيخلي خارجين موقع جمالتك هم اشتر خارجين في الدنيا